إعلاقة اللي بيحصل في الأقصى بمصر والأردن تحديدا زي العادة الصهينة بشكل مستفز وحقيق بيعتدوا على الأقصى وأهل الأقصى ولو كنت فاكر أن الموضوع مجرد اعتداء أو إغداء لليمين المتطرف فيما يسمى إسرائيل فاسمح لأقولك أن المسألة أكبر من كده وتعال نحاول نفهم مع بعض الموضوع بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم أولاً وقبل أي كلام أعزقوني على الألفاظ وأحب أأكد اللي بقوله دايماً وهو مؤكد أصلاً أنا من الناس المتعاطفة مع قضية فلسطين وإن كنت مش متعاطف مع معظم شعبها وبشوف منهم ناس أكثر من الصهينة للأسف إلا أن دولة الكيان الصهيوني هي كيان وسخ وابن وسخة كان ولزال وسيظل كيان وسخ وابن وسخة واللي بتشوفو ده في بحات المسجد الأقصى مجرد دليل من ضمن أدلة كتير على أنه كيان وسخ وابن وسخة فلعنت الله عليهم وعلى من يعاونهم وعلى من يهنئهم بانتصارهم على العرب وتعالوا نحاول نفهم ونحلل التصرفات دي ونحاول نربطها بمشروع الشرق الأوسط الجديد قبل ما أوضح لكم علاقة اللي بيحصل في فلسطين والأقصى بمشروع الشرق الأوسط الجديد وبمصر والأردن تحديداً لازم نمهد ببعض الأمور المهمة الصهينة مش ناس سزج لازم نعترف بخبثوهم وبزكاءهم وبناء عليه لازم نفهم إن استفزازهم لمشاعر المسلمين في رمضان كل سنة واعتداءاتهم على المصلين والمعتكفين في الأقصى في هذا التوقيت بالذات في شهر رمضان المبارك لا شك إن وراها قصد خبيث عايزة توصله دولة الكيان ممكن مثلاً حد يقول إن الهدف هو الاعتداء لمجرد الاعتداء وإخداء للمتطرفين الصهينة لا طبعاً الصهينة مستهلين خصوصاً إن اللي بيعملوه شيء مستفز جداً جداً الكيان الإسرائيلي بيعتمد في وجوده في المنطقة دي على مبدأ المظلومية وإن المحيط اللي حواليه يكون محيط معادله علشان يقدر يكسب تعاطف ودعم شعوب العالم الغربي وعلشان يعيش المظلومية وأجواء العداء دي بيتعمد الكيان الاستفزاز المستمر لمشاعر المسلمين وبالتالي تأجيج الشعوب في الدول المجاورة لعمل مظاهرات ونخلني بن هنا من حتة المظاهرات دي لإن الحتة دي هي موضوعنا مصر والأردن مرصودين بمشروع الشرق الأوسط الجديد وخلوني أوضح لكم بالنسبة لمصر وبعدين نروح للأردن مشروع الشرق الأوسط الجديد فشل في مصر في 2013 وفي محاولات لإحيائه عن طريق تأجيج الشارع المصري منفتكر دعوات التظاهر اللي كان الإعلام الوظيفي المتخادم مع المشروع ده بيروج لها ما بين فترة والتانية من خلال تأجيج مشاعر المواطنين المصريين ضد الدولة من خلال الغلاء والبطالة وسد النهضة وغيره وغيره وانتوا فاكرين الموضوع ده طبعا والدعوات دي كلها فشلت لذلك في محاولات لتأجيج الشارع المصري من خلال عاطفته الدينية المتعلقة طبعا بالأقصى المحتلة من الصهينة فتعموا الدولة الكيان المعنية بالمشروع والمستفيدة منه لاستفزاز الشعوب للتظاهر علشان المظاهرات دي تتحول لما يشبه الطورة ويحصل صدماتنا بين قوات الأمن والمتظاهرين اللي مشاعرهم ملتهبة ولا يلاموا على ده بالإضافة لتدخل الجماعات الموجودة في غزة وإطلاق شوية صواريخ بعد كده والدنيا تولع في النحيتين في الداخل الفلسطيني وفي داخل الدول العربية فتتحقق الغاية غاية الفوضى المولدة لمشروع الشرق الأوسط الجديد ويكون في ضغط على دول معينة لقبول مشاريع معينة يعني نكون قدام القبول بالتراضي أو بالغزبة وبفعل الشارع والهدف النهائي هو تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد المشروع المؤدل تأسيم مهدم الدول وتحولها الكنتونات وتصبح جيوشها ميليشيات متنحرة متقاتلة على السلطة علشان الكنتون الصهيوني اللي اسمه إسرائيل يعيش في أمان في المحيط بتاعه ويدمن استمرار ترويجه لعلة وجوده في فلسطين واستمرار الدعم والتعاطف الغرب له يعني مصر قدامها اختيار من اتنين إما أنها تقبل بإنشاء منطقة استثمارية داخل سيناء على حدود غزة يشترل فيها الفلسطينيين أو الشارع في مصر يثور والأمور تضطرب والدنيا تتكهرب والأمن ينشغل بالداخل فيدخل الإرهاب من الأنفاء وتقوم حرب عصابات في مصر تحول استقرارها الفوضى ونفس الكلام ده بينطبق تقريبا في الأردن محاولات كتير تمت لجر الأردن لمشروع الشرق الأوسط الجديد من خلال الفوضى الخلاقة زباب إلكتروني وإعلاميين ومرتزقة ممولين من دولة عربية وظيفية خادمة للمشروع أول حرف من إسمها قطر لسه بيحاولوا تثوير الشعب الأردني ضد الملك والأحداث الأخيرة في الأردن وما قبلها بتشهد بكده لذلك لا يمكن أننا نعزل اللي بتقوم بقوات الاحتلال ضد المغابطين في المسجد الأقصى عما يتعرض له الأردن من ضغوط الجر والفوضى لذلك وكخلاصة للكلام يا سادة الكرام دي وقيته لما يتعمد الكائن الصهيوني ارتكابه في هذا التوقيت وما يمثله من استفزاز حقير لمشاعر الشعوب في مصر والأردن تحديدا صحيح ده بيستفز مشاعر كل الشعوب العربية والإسلامية ده كلام مفيش عليه خلاف إطلاقا ولكن مصر والأردن بالذات ليهم خصوصية في الموضوع ده من ناحية فهم أقرب دولتين لفلسطين جغرافيا وشعبيا ومن ناحية أن الدولتين دول عندهم وضع داخلي صعب جدا بيخلي من مسألة استغلال مشاعر الجماهير فيهم فرصة لتحقيق مشروع الشرق الأوسط من خلال الفوضى الخلاقة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته